بعد ثلاثة أعوام من الحرب هذا ما تبقى من كهرباء مدينة الحديدة محطة خاوية وأسلاك مبعثرة كوجه هذه المدينة التي شوهتها الحرب وسيطرة الحوثيين عليها لقد فقدت الحديدة روحها في ظل غياب الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة لتتفاقم معاناة السكان هنا لم يشفع للتهاميين فقرهم المطقع وانهيار الخدمات الأساسية لتمتد معاناتهم عن قطاع الكهرباء إلى تدهور أوضاعهم الصحية فالمستشفيات باتت هي الأخرى مريضة لا تمنح الشفاء تدور روح الحرب على الضعفاء فيظهر تجار الحروب في كل زوايا المدينة ويسغلون حاجة الناس فيبيعون لهم الكهرباء بأسعار باهظة يصل سيع الكيلو الواحد من الكهرباء نحو مئتي ريال لتتجاوز عشرات الآلاف خلال شهر واحد وتلك ضريبة لا يقوى من فقدوا رواتبهم ومصدر دخلهم الوحيد على دفعها يعوضون الحرمان بألواح شمسية وتلك تجارة أخرى رابحة لحكام المدينة لكنها لا تمنح الراحة الكاملة لسكان مدينة تتجاوز الحرارة فيها أربعين درجة وعلى الرغم من الأموال التي يجنيها الحوثيون من هذه المدينة فقد أتلفوا كل جميل فيها وأغلقت محطة رأس كتيب أبوابها في ظل تقاعص سلطة الحوثيين عن استيراد المازوت الخاص بمحركاتها بعد أكثر من عامين لم يبقى من كهرباء الحديدة سوى وعود كاذبة بعودتها وهذه الأطلال الشاهدة على حجم الكارثة